السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري بنتشرف أن نكون مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا علشان تبعثوا لنا أسئلة أنتم عايزينها أو تبعثوا لنا اقتراحات عن موضوعات تحبوا أن نتكلم فيها وأكيد ممكن عن طريق وسائل التواصل أنكم ترجعوا لأي جزء سابق من محتوى حلقاتنا إن شاء الله هتلاقوا كم كبير جدا جدا من المعلومات النهاردة حضراتكم هتسمعوا كلام جميل وإن شاء الله كلام مفيد جدا جدا كلامنا مع حضراتكم النهاردة عن أقوى عضو في جسم الإنسان القلب هذا العضو الإعجازي الذي يبدأ عمله في الأسبوع الثالث من الحمل الأسبوع الثالث من حمل الأم ويستمر في عمله الشريف دون أي أجازات أو فترات للراحة حتى آخر العمر قلب الإنسان اللي بيدق حوالي 115 ألف دقة في اليوم الواحد ويضخ حوالي 5.8 لتر من الدم كل دقيقة بمعدل حوالي 7.571 لتر من الدم على مدار اليوم رغم أن وزنه لا يتجاوز النص كيلو جرام وتحديدا 454 جرام هذه العضلة صغيرة الحجم عظيمة التأثير تضخ الدم إلى 75 تريليون خالية في جسم الإنسان عبر شبكة رهيبة من الأوعية الدموية والتي إن اتصلت ببعضها البعض على خط واحد وده مجازا طبعا يعني هيكون طول هذه الشبكة حوالي 96.560 كيلو متر القلب وزنه عند الرجل بيكون أكتر من المرأة بحوالي 57 جرام رغم أن قلب المرأة بيدق 8 دقات أكتر من قلب الرجل والقلب جاء ذكره في القرآن الكريم سواء بالصفة المفردة أو بالجمع أو بالإسناد إلى الضمائر في 132 موضع وذكرت كلمة الفؤاد اللي هي القلب يعني برضو 18 مرة وذكرت كلمة الصدر بمعنى القلب برضو سواء بالمفرد أو الجمع أو الإسناد إلى الضمائر 44 مرة بما هو مجموعه 194 مرة كان معظم هذا الذكر عن يعني يكون تحذير من القلوب الزائفة أو الجاحدة أو اللاهية الله محفظنا يعني ده كان اجتهادي القليل والمتواضع جدا في مقدمة الحديث عن القلب لكن الاجتهاد الأكبر والحديث الأهم بلا شك هنسمعوا إن شاء الله وعلى مدى حلقتين متتاليتين في يحكى أن من عالم كبير وطبيب قدير تخصص منذ سنوات في أمراض القلب والأوعية الدموية وهي الأمراض التي أصبحت أكثر شيوعا في العالم كله منذ ما يقارب الخمسين سنة وده مش معناه أن أمراض القلب أمراض حديثة بل على العكس تماما العكس هو اللي صحيح لأنه تم اكتشاف علامات تدل على أمراض القلب في مميوات فرعونية عمرها كان أكتر من 3000 سنة ضفنا بل وصاحب البيت النهاردة والحلقة الجاية وإحنا اللي ضيوفه الأستاذ الدكتور سامح محمد شهين أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وزميل الجمعية الأمريكية للأسطرة التداخلية والرئيس الأسبق لجمعية القلب المصرية دكتور سامح أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك شرفتنا وإن شاء الله كده تنورنا بمعلومات مفيدة لكل الناس اللي بيسمعونا ويتابعونا بإذن الله الشرف لي أكيد وسعيد بتواجدي في برنامج حضرتك المحترم ولقائب السادة المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك في البداية عايزين نعرف يعني من حضرتك أنواع أمراض القلب يعني وأكثر هذه الأمراض شيوعا أولا طبعا أنا بحي حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها الحقيقة فيها معلومات مهمة ومعلومات دقيقة وفعلا بتوري قد إيه الإعجاز اللي موجود في القلب أنا كمان هأضيف وأقول مفاجأة يمكن ناس كتير جدا برضو يمكن ما عندهاش المعلومة دي إن احنا عندنا قلبين قلبي مين وقلب شمال لو قارناهم بالكلة احنا عندنا كلية يمين وكلية شمال الاتنين ما لهمش علقة ببعض بالعكس ممكن كلية واحدة تقوم بدور الكلية التانية صحيح على عكس حالة القلبين بقى قلب يمين وقلب شمال لا هم الحقيقة الاتنين موجودين في مكان واحد في الجسم ولا يمكن الاستغناء عن واحد منه القلب اليمين بياخد الدم من جميع عضاء الجسم محملة بالساني أكسيد الكربون وبيوديه للرئة عشان يتم بقى غسله غسل رئوية اذا كنا بنقول نتخلص من الساني أكسيد الكربون ونديله أكسيد في الرئة ده مهمة القلب اليمين القلب الشمال بياخد من الرئة القلب بعد النظافة بتاعته ياخد الدم ده بعد الغسلة دي بالزبط كده ويحولوا بقى الجميع عضاء الجسم القلب اليمين والقلب الشمال هم كتلة واحدة في الآخر لكن مفصلين عن بعض بجدار عازل تمام وأي لخبطة بينهم أو أي شانتنج بينهم أو وجود وصلة بينهم بيؤدي إلى أمراض تمام دي معلومة مفيدة جدا ومدهشة بالتبسيط يعني طبعا إذا حبينا نتكلم عن أمراض القلب لأنه برضو دي معلومة لازم نكون مش كل أمراض القلب زي بعض وممكن يبقى مريض بالقلب حالته بسيطة ممكن يبقى فيه حالة متوسطة حالة متخيرة وهكذا وأنواع أمراض القلب كتير وبقى علم واسع وفيه تخصصات وفيه رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث فالغرض أن أمراض القلب متعددة ممكن نبتدي ونقول أن فيه أمراض بتصيب عضلة القلب نفسها إن كان على هيئة ضعف في عضلة القلب أو تضخم في عضلة القلب ممكن أمراض بتصيب الصمامات داخل حجرات القلب اللي هي بتفتح وبتقفل ممكن الصمام يصيبه تلف ما يبقاش بيفتح كويس ما يبقاش بيقفل كويس دي أمراض الصمامات مختلفة عن أمراض عضلة القلب ممكن أمراض تصيب شرايين القلب التاجية اللي هي إحنا بنسميها التاجية لأنها بتحيط القلب على هيئة تاج وهي دي اللي بتغزي القلب ودي اللي يمكن تكون أكثر أمراض القلب شيوعا وهي أمراض الشرايين التاجية اللي هي بقى الزبحة والجلطة والآخر ودي اللي هي برضو يعني كاتجري منفصل تماما عن بقية أمراض القلب وهي أكثرها شيوعا وأكثرها انتشارا ممكن عيوب خلقية في القلب يبقى القلب الطفل نفسه مولود بعيب في تشريح القلب نفسه زي ما قلنا ممكن يبقى فيه وصلة بين القلب اليمين والقلب الشمال الوصلة دي ممكن تسبب ضرر في القلب ممكن يبقى فيه مشاكل في صمامات القلب عيوب خلقية في القلب تمام وأخيرا فيه ممكن يبقى فيه مشاكل في نبض القلب نفسه الكهرباء بتاعته كهربية القلب يعني القلب ده بيشتغل بمنظم كهربائي سبحان الله زي ما حياتك بتقول بيشتغل يمكن سبعين ضربة في الديئة الوحدة لو حصل فيه خلل في عدد ضربات القلب سواء بالبطء أو بالسرعة ده مرض برضو مختلف تماما وعلاجه مختلف تماما فدي يعني باختصار كده مجموعة من أمراض القلب مختلفة عن بعض تشخصها مختلف وعلاجها مختلف طيب يعني طبعا إحنا إن شاء الله عن طريق حضرتك هننور الناس بمعلومات مفيدة في كل هذه الجوانب بإذن الله ولكن أعتقد أن إحنا لازم نمشي بمنهج منظم فنقول ما هي عوامل الخطر أو العوامل المحفزة بشكل عام للإصابة بأمراض القلب يعني ده مهم أوين الناس تعرفوا حتى على سبيل الوقاية وعلى سبيل المعارض ده بداية جيدة جدا يعني أعتقد أن إحنا لازم نبتدي الأول بأمراض الشريان التاجي وهي الأكثر شوعا ونتكلم فيها عن إيه مسبباتها لأن إحنا برضو الغرض من القعدة بتاعتنا دي إن إحنا نوعي الناس لأن حتستغرب حضرتك ودكتور محمد طبعا حضرتك عارف أن أمراض القلب ممكن اللقاية منها وممكن منعها وممكن ما تجيش المرض نفسه فده اللي إحنا عايزين نوصل مسببات أمراض الشريان التاجي واللي هو تصلب الشريين كتيرة وكلنا يمكن عارفينها لكن ما بنهتمش بيها أول أو يمكن نكون مش مدركين إن الأسباب دي تؤدي إلى مشاكل في الشريان التاجي أو عارفين بس يعني بنتغافل عنها بنتغافل أو بنهملها يعني بالزبط كده بنهملها أهمهم طبعا ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ده مرض مهم ومنتشر ومنتشر جدا يعني بيصيب حوالي يمكن 25% إلى 30% من البالغين سواء في مصر أو في العالم بيزيد مع كبر السن فالنسبة دي بتزيد كل ما لوحد سنه كبر ارتفاع ضغط الدم ده بيسبب تصلب في الشريين بيساعد على إصابة بجلطات القلب بجلطات شريين المخ شريين الرجلين وهكذا فأمراض الضغط المحتفع ده مهمة جدا نمرة اتنين السكر السكر برضو من المشاكل المنتشرة وللأسف منتشرة في مصر برضو بزيادة شوية عن بقية العالم طول ما السكر متزبط مفيش منه مشكلة لكن لو السكر فيه عدم انضباط ومرتفع ده بيصيب شريين القلب بالتهابات وممكن يسبب تصلب في الشريين حتى في سن زغير كمان دي معلومة برضو جديدة قوي ان السكر له علاقة بأمراض الشريين التاجي فده نمرة اتنين نمرة تلاتة احنا طبعا بعد ازنا حضرتك هنرجع للأسباب بقى دي واحد واحد كده نحاول نفسصها زي من الموت بالتأكيد لان دي يعني بتتألف فيها كتب كل واحدة فيها لكن احنا الاول بنده صورة عامة شاملة يبقى اتفاع ضغط الدم احنا بنتكلم باللوقتي على اكثر العوامل محفزة للإصابة بشريين تاجي اتفاع ضغط الدم اهمال علاج مرض السكر حضرتك توقفت عن التدخين نمرة تلاتة التدخين وبرضو انا حطه من ضمن العوامل المهمة وبالذات برضو ما بين المصريين للأسف منتشر جدا ما بين الذكور البلغين نسبة التدخين في مصري يمكن لا تقل عن 40-45% ودي نسبة عالية جدا على مهيات نمرة اربعة الكوليستيرول الكوليستيرول ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم الكوليستيرول والدهول عموما لما بترتفع لحياة في الدم بتسبب مشاكل في شرايين القلب بتترس بالمادة الدهنية في جدار الشرايين ممكن يحصل فيه بداية ضيق في الشرايين وبعدين ممكن يحصل انسداد كامل في شرايين القلب التاجية السمنة زيادة الوزن عدم لعب الرياضة والحركة القليلة ان الواحد يركن العربية قدام مكتبه او ما يمشيش وبدل ما يطلع السلم يطلع بالاسنسير كل حاجات دي الحقيقة ثبت انها برضو قد تكون محفزة للإصابة بتصيب بسبب شرايين القلب شرايين القلب الحقيقة بتصاب لما يحصل فيه قلة حركة وعدم لعب الرياضة بانتظام الاكل غير صحي بالذات الاكل السريع اللي احنا بنسميه الجونك فود وانواع بقى طبعا الدهون عايزين نتكلم عنها ونشوف ايه الأكل الصحي اللي ممكن يأثر الحالة النفسية ممكن تأثر الحالة النفسية طبعا دي بقى من المسببات الجديدة يعني كنا زمان بنكتفي بالكلام عن الضغط والسكر والكلسترول والتدخين لا اتضح ان فيه بقى عوامل اخرى جديدة من ضمنها الاكتئاب من ضمنها الحزن الشديد اللي هو مقولة يعني مقولة ان الحزن يكسر القلب دي طلعت ان ليها اساس علمي جدا لانها يفرز هرمونات من المخ بتأثر على وظائف الشرعين وبالتالي ممكن يسبب جلطات وممكن يسبب قصور في الشرعان التاجي وبالتالي الحالة النفسية مهمة جدا ولابد من تضاروكها لانها في الاخر بتؤدي الى مشاكل فيه شرعين القلب طيب يعني خلينا ناخد اول هذه المسببات وهو ارتفاع ضغط الدم علاجات ضغط الدم يعني احنا دلوقتي عايزين نقول ان مريض ضغط الدم المرتفع اللي فيه سيطرة على هذا الارتفاع ممكن يقي نفسه من شر امراض القلب التاجية انواع الادوية كتيرة او يا دكتور اولا على اي اساس حضراتكو في هذا التخصص الدقيق بتقرروا ان هذا المريض اصبح مريض ضغط لانه ممكن ناس تقيس الضغط كده بشكل عشوائي فتلاقيه عالي فهل ياخد دواء على طول ولا ياخد الدواء امتى يعني او بعد كم مرة اياس او ايه هي العوامل اللي اتحدد ده وعلى اي اساس بيتم تحديد نوع الدواء لان ادوية الضغط عائلات كتيرة جدا واتجاهات كتيرة جدا فممكن خلينا نتكلم عن جزئين الجزء الاولاني هو التشخيص وزي ما حاكتا فضلت وقلت ازاي شخص ضغط الدم المرتفع على قد ما هو سهل لكن في مشاكل مش اول قراية بعتبرها انه خلاص يبقى المريض ده عنده ضغط عالي لازم المريض يكون مرتاح وقاعد مرتاح على الكرسي او نايم على السرير ويتقاس الضغط مرة واثنين وثلاثة وهو في حالة هدوء واسترخاء وممكن يجي زيارة تانية وايصلوا الضغط مرة تانية اذا تعد حدود الرقم اللي انا هقوله ده اللي هو 130 على 80 ده يعتبر ضغط عالي دلوقتي كل المراجع العلمية بتصر على ان احنا لازم ناخد الرقم ده كرفرنس للضغط الطبيعي 130 على 80 من 4-5 سنين يعني من قريب مش من بعيد قوي كان الرقم اعلى من كده كنا بنتكلم على 140 على 90 90 بالزبط كده ثبت ان 130 على 80 اصح واكثر صحة للانسان وبالتالي لازم ننزل للمستوى ده واي رقم فوق كده اذا جربنا الطرق الطبيعية اللي هي بدون ادوية زي التخسيس زي مثلا ان الواحد النوم الكويس النوم كويس بصد كده يقلل اكل الملح استهلاك الملح بالصفة عالية جدا ده بيرفع الضغط لو جربنا الحاجات دي كلها لمدة 3-4 شهر ولزال الضغط فوق 130 على 80 لازم نبتدي العلاج يصبح هذا مريض ضغط وسائل التشخيص برضه عايزين نتكلم ان فيه جزء بيقع على المريض نفسه ان هو يروح للدكتور ويكشف واحنا بنقول دايما ان برضو فيه محطات مهمة في الانسان لازم يكشف فيه على ضغطه يعني مثلا يعني امتى يكشف دكتور يعني على اساس انه دايما يقال ان الضغط الدم المرتفع القاتل الصامت اللي هو مالوش اعراض بالزبط يعني حاجة بتشير النقطة مهمة مش هستنى لغاية ما تجيلي اعراض لانه موكي بالضغط عالي يعني لازم القياس بشكل روتيني فبيبقى فيه محطات في تاريخ عمر الانسان يعني مثلا الطفل هو داخل المدرسة بيتقاس في الضغط هتقول لي ممكن يكون عنده ضغط اقولك اه في بعض الامراض بتيجي الاطفال يبقى عندهم عيوب خلقية ممكن ضغطه الدم يبقى مرتفع فلازم ايس هو داخل المدرسة هو داخل الجامعة وهو بيستلم وظيفة جديدة وهو عنده عشرين وخمسة وعشرين سنة برضو لازم الضغط يتقاس وبعدين في سن الاربعين وممكن بعد كده يبقى كل سنة او كل سنتين بعد سن الاربعين تمام او قبل كده لو هو عنده امراض اخرى تمام او لو عنده سكر او قوي او ابتدي اشتكي من اعراض تمام فده دورش الفارد نفسه لكن كمان عايزين نقول ان فيه دور على نظام الصح كدولة وكهيئات وكمؤسسات ان احنا بنعمل حاجة اسمها الحملات المسح او السكرينينج ان احنا نروح مثلا زي مثلا حملة 100 مليون صح 100 مليون صح بذلك تليس الحقيقة المراكز الصحية وفيه عربيات متنقلة كانت بتروح للقرى والمصانع والجامعات والمدارس وتعمل فحص لاعداد كبيرة احنا وصلنا في 100 مليون صح الحقيقة دي كانت مبادرة ناكحة جدا ل55 مليون واحد تكشف عليهم هي كانت الاول مبادرة عشان فيروس سي توسعت الدولة قالت ما ليه ما نقسش الضغط فيها ونقيس السكر طبعا تفكير منطقي ففعلا كان فيه تم يعني اكتشاف عدد كبير جدا يمكن ملايين من الناس ما كانتش حاسة ان عندها ضغط وتأسلوهم الضغط فالسكرينينج ده مهم جدا ده دور الدولة او النظام الصحي اذا ده ما تمش يبقى البني ادم هو نفسه بيتطوع ويروح ويكشف ويقيس ضغطه ده مهم جدا الحاجات التانية كمان اللي ظهرت اخيرا هو الحاجات اللي بتتلبس ده ده موضوع مهم جدا اللي هو الساعات الالكترونية او التطبيقات اللي على الاجهزة التليفون يعني دي لها قيمة طبية دكتور لغاية النهاردة الحقيقة الشركات كلها الالكترونية بتسعى انها تطبقوا لكن الجامعات العلمية الحقيقة متحفزة لغاية الوقت احنا بيقول انه لا يمكن اخذ القراءات اللي بتطلع من الساعة اللي أنا لابسها او فيه ساعات خواتم كمان بتلبس او زي عقد او حاجة زي كده كل دي حاجات ابتدينا ما بنقولش انها سيئة جدا بالعكس ليها مزايا كبيرة جدا خلي بالك انها بتقصلك الضغط 24 ساعة يعني فبتديلك كرفات وبتقولك امتى ضغطك بيكون عالي اكتر هل اثناء النرفازة هل اثناء الانفعالات هل الحديث اه وده برضو بعض انواع الضغط ان الضغط ما بينزلش اثناء النوم وده غلط فالمقصود ان الاجهزة دي لا حيبقالها دور في المستقبل لكن لغاية النهاردة ما نقدرش نتشخص بيها وما نقدرش نعالج على دقاء طب هل اجهزة قياس الضغط المنزلي اللي احنا بنشتريها هل دي مهمة ومعترف بيها يعني حضرتك بتعترف بالقراءات او بتوصي المريض بالقياد ولا دايما يقولوا ان قياس الضغط الزئبقي هو الاهم او هو الادق لا بالعكس احنا بنشجع جميع المرضى انه هو يكون عنده جهاز ضغط في البيت لانه بتدي مؤشر زي بالزبط تحليل السكر اللي هو في البيت اللي بتعمل في البيت لا يغني عن تحليل السكر اللي في المعمل لانه ادق طبعا لكن في نفس الوقت هو مؤشر اذا كان الضغط مظبوط اذا كان بيعلى اذا كان حتى لو هو بياخد علاج يعرف تأثير العلاج اخباره ايه فالاجهزة اللي احنا بنسميها الديجيتل دي لا دي بتبقى مفيدة جدا انها تبقى موجودة في البيت وبتدي مؤشر طيب احنا يعني هنطلع لفاصل والله مش عايزين نطلعه بس لازم نطلعه وعايزين نرجع ونجيب على السؤال المعلق عن اختيار الدواء يعني كيفية اختيار الدواء لان في ناس انا قاسف طبعا في الهقوله في ناس ممكن تتطوع هي خيرا كده يعني مع نفسها وتقول ايه انا هاخد انا عندي ضغط او ضغطي مرتفع ادوية انواع كتير قوي فلازم بس نعرف الناس انه على اي اساس يتم اختيار ادوية الضغط تمام يحكى انه مازال متواصل مع حضراتكم خليكم معنا ولسه الحوار الممتع والقيم مستمر مع الاستاذ الدكتور سامح محمد شهين خليكم معنا استاذ امراض القلب والعواية الدموية بكل الطب جامعة عين شمس والرئيس الاسبق لجامعة القلب المصرية خليكم معنا يحكى انه لسه معكم اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة في يحكى انه واللي احنا فيها ضيوف على الاستاذ الدكتور سامح محمد شهين استاذ امراض القلب والعواية الدموية بكل الطب جامعة عين شمس وزميل جامعية الاوروبية لامراض القلب وزميل جامعية امريكية للقسطرة التداخلية والرئيس الاسبق لجامعية القلب المصرية اتكلمنا عن حاجات مفيدة جدا يا جماعة في الجزء الاول وبعتذر ان انا مش هعمل لها تلخيص لضرورة ان احنا نستفيد من كل دقيقة في حلقة النهاردة والحلقة الجاية من الاستاذ دكتور سامح محمد شهين علشان كده بقول له حضراتكم اللي بينضم الينا دلوقتي ارجوكوا يعود الى الجزء الاول علشان كان فيه معلومات مفيدة جدا جدا لازم ترجعوا لها احنا وقفنا فاندم عند اختيار نوع دواء الضغط الدم المرتفع وعلى اي اساس يتم اختياره من الناحية الطبية طبعا وعشان المرضى تقتنع انه دواء الضغط ده مش حاجة واحدة او حاجة قابلة للتداول ان انا يعني اخد الدواء اللي بياخده قريبي او واحدة زوجة تاخد الدواء اللي بياخده زوجها وما الى ذلك وايضا فيه سؤال تاني عايز اعرف اجابته من حضرتك هل هناك ضرورة لتغيير ادوية ارتفاع ضغط الدم كل فترة بمعنى ان فيه ناس كده بتطلع تقول انه الجسم بيتعود على الدواء فلازم كل فترة نتعود نغير الدواء مع العلم ان هناك مرضى بنلاقيهم ماشيين على ادوية الضغط دي لسنوات طويلة فهل ده صح ولا غلط ده سؤال مهم جدا اولا انواع الادوية اللي بتعالج ضغط الدم الحياة كتيرة لكن هما نقدر نقول ان هما اربع مجميع كبيرة من ضمنها مثلا المدرات البول من ضمنها مثبتات البيتا من ضمنها الادوية اللي بتوسع الشرايين من ضمنها الادوية اللي بتوبط العمل الانجوتانسن ودي ادوية مهمة جدا بتشتغل على الكلا فاقصد اقول ان الادوية كتيرة ودور الطبيب مش المريض ان هو يختار الدواء المناسب للمريض المناسب تمام في مرضى مثلا بتبقى عندهم مشاكل في الكلا فما بتفرزش بول بطريقة طبيعية هنا مدرات البول تبقى مفيدة او عنده ضعف في حضرة القلب مدرات البول بتبقى مفيدة جدا في الاحوال زي كده في ناس ضربات القلب سريعة فمثبتات البيتا بتفيدهم بتفيدهم لانها بتهدي ضربات القلب وبتقلل مستوى ضغط الدم عندهم لكن ما ينفعش مثلا لما يبقى المريض ضغط النبض بتاعه مثلا 60 او اقال ان انا ادي له مثبتات البيتا صحيح وبالتالي كل مريض بيبقى له الخصوصية بتاعته حتى في المستقبل كمان ان شاء الله ان ده حتا اعتمد على الجينز بتاع المريض بنسميها البرسونلايز مادسك ان كل مريض جينات تنفعله دواء واحد تاني ما ينفعلوش لكن احنا الغات النهاردة بنعتمد على الحالة الظاهرة وعوامل الخطر والحالة اللي عليها المريض هل الادويات لازم تتغير لا الحقيقة في مرضى كتير جدا بيمشوا على الادوية دي سنين وهي معمول عشان كده لانه ده علاج مزمن انه يمشي عليه سنين وسنين طالما ضغط الدم مظبوط مفيش داعي ابدا ان انا نغير الدواء بنغير الدواء امتى لو الضغط ابتدى يرتفع يبقى الدواء مش جايب نتيجة يصح يكون المريض وزنه زاد يصح يكون ان الدربات القلب يحصل فيها اختلاف عن الاول كبر في السن كل الحاجات دي بتخلينا نغير الدواء او نحط معها دواء تاني يعني فيه ناس بتمشي مع ادوية ضغط اكتر من نوع ودلوقتي بقى بقىنا كمان بنوصي بالحباية الوحدة اللي فيها دوائين في بعض اللي هي single pill combination دي بتبقى اسهل في الاستخدام فيها كمان فيها ثلاثة في بعض فيها ثلاثة في بعض بالزبط دي كلنا دلوقتي بنرحب بيها وده دلوقتي لانه بيريح المريض تخلي المريض يلتزم اكتر بالزبط بالزبط حضرتك ذكرت في العوامل الخطر اللي ممكن تسبب امراض للشريان تاجي مرض السكر وحدها قلت مرض السكر الذي يهم العلاجه فيه دور لأدوية علاج السكر بتنعكس على القلب يعني او على شريان تاجي ده من احدث المواضيع اللي حقيقة دلوقتي احنا فرحانين بها جدا في مجال امراض القلب انت كان لغاية فترة قريبة برضو عايز اقول خمس ست سنين مش من زمان قوي كانت ادوية السكر وظيفتها الوحيدة انها تثبت السكر بس لكن مابتديش اي حماية للقلب يعني مريض السكر اللي بياخد دوا السكر ما كانش عنده حماية من الجلطات كان زيه زي المريض اللي ما بياخدش دوا السكر لكن هو كان بيحميه من حاجات تانية مشاكل الكلا انه هو طبعا كان بيحميه من تثبيت السكر من مبعفات السكر لكن ييجي عند القلب لغاية ما من خمس ست سنين ابتدى الحقيقة يظهر مجموعة جديدة من أدوية السكر اكتشفنا بالدراسات طبعا وبالتجارب انها بتحمي القلب كمان وتحمي شرعين القلب بتقالي الجلطات هكذا عزيمة يبقى هو هنا بيعالج وينظم السكر ويحمي القلب كمان لدرجة ان احنا كدكاترة قلب بقينا نستخدم الأدوية دي فمرضى القلب اللي عنده بشكل وقائي بشكل وقائي وعلاجي لمرضى القلب بدون النظر هو عنده سكر اللي ما عندهوش وهنا هنا ما بتأثرش هي سلبا على مستوى السكر عنده زبط يعني ده برضو سؤال مهم من حضرتك هل لو انا المريض بتاعي ما عندهوش سكر واخد الدواء دي هل سكر وحيطل لا هي أدوية زكية ان هي بتزبط السكر لو السكر مظبوط ما بيقلش دي أدوية زكية جدا جدا وبالتالي بقينا الأول مرة فرحانين فعلا بأدوية القلب بأدوية السكر انها بتحمي القلب كمان فاحنا بننصح برضو برضو بالاكتشاف المبكر دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للجمهور بالزبط ان ما تسيبش نفسك لغاية ما يبقى فيه أعراض لازم كل شوية تحلل برضو بنتكلم على مناطق او فترات زمنية محطات في العمر بالزبط فوق سن الاربعين لازم كل سنة نحلل سكر ما نستناش لغاية ما يبقى فيه أعراض نحلل سكر لو السكر عالي نبتدي علاج بسرعة ما نهملش في علاج السكر كل ما علاج من السكر بدري كل ما ده كان حماية للقلب قبل ما يحصل فيه مشاكل فيه الشرايين وفي عضلة القلب تمام وحضرتك برضو ذكرت انه الدهون السلسية والكوليستيرول اللي هي التحليل الشهير ده اللي الناس كلها بتعمله وبتصوم من 12 ل 14 ساعة ويمثل حالة عايزة أقول مش عايزة أقول الرعب بس بيبقى ورقة مهمة جدا في يد أسدزة القلب زي حضرتك وما بيبقوش المرضى فهمين يعني ايه الخطورة في الموضوع هل كل الحاجات أو كل المعطيات اللي بتبقى فيه تحليل الدهون كلها على نفس القدر من الخطورة ولا فيه حاجات أخطر من حاجات هل فيه عوامل يعني تسبب ده هل الأدوية اللي بتعالج ارتفاعات الكوليستيرول والدهون بتتاخد برضو بشكل وقائي ولا ممكن تتاخد بس مع الارتفاعات دي ولا لا دي أسئلة كلها في غاية الأهمية أولا الكوليستيرول ده مادة دهنية بتمشي في الدم مصدرها يا أم عن طريق الأكل وده النسبة الأقل أو عن طريق تصنيع الكوليستيرول في الكبد وبالتالي بص لا فيه ناس ما بتكونش دهون لكن عندها نسبة مرتفعة الكوليستيرول نتيجة أن فيه الكبد عندها بيفرز هذه المادة اللي هي ليها لازمة بس لو تم إفرازها أو تصنيعها بزيادة بتسبب أضرار فالكوليستيرول دي مادة دهنية لازم نحللها برضو تحليل كنا زمان بنشطرة الصيام دلوقتي على فكرة ممكن نحلل منذ الصيام وده أريح كتير بالنسبة للمريد والله تضح أنه نفس النتائج تقريبا مش فارقة كتير وبالتالي فإحنا مهم جدا هنعرف مستوى الكوليستيرول في الدم قد إيه لو عالي عن نسبة معينة برضو إحنا بنحاول إن إحنا ما نستناش عليه كتير بنجرب الأول تنظيم الأكل والرياضة والخصية فترة شهرين ثلاثة لو لقينا أن الفترة دي ما جابتش نتيجة لازم نبتدي ناخد الأدوية والحمد لله بقت الأدوية دي موجودة ومتوفرة وممتازة نتائجة ممتازة بتقلل بقى نسبة جلطات القلب بتقلل نسبة هبوط عضلة القلب بتقلل المشاكل اللي بتحصل فيه الشرعين التاجية وبالتالي احنا بننصح بيها لو النسبة عالية والدكتور هو بيعرف إذا كانت النسبة عالية لأن النسبة بتاعة الكوليستيرول بتختلف من شخص طبيعي عن شخص عنده مشاكل في القلب يعني اللي نقبله لشخص طبيعي ما بنقبلوش لشخص عنده مشكلة في القلب لازم ينزل أقل لو حد عنده مشكلة في القلب لازم يبقى المستوى أقل كمان أكتر بالظبط كده وفيه معادلات كده بتبقى بتتعامل وبناء العليم بتتحسب الحزبة والريشيو طبعا ما بين الهدهون الخطيرة والدهون الغير خطيرة بالظبط لأن احنا عندنا الحقيقة الكوليستيرول فيه نوعين فيه نوع اللي هو الدار اللي هو اللي هو قليل الكسافة أيوة وفيه نوع تستغرب حضرتك كوليستيرول مفيد إنه بيخسل الشرعين اللي هو الـ HDL المفروض إن الـ HDL كل ما يقلق كل ما كان ده أفضل لكن للأسف ما عندناش أدوية تعليه فاحنا بنعتمد على طرق الطبيعية بقى الرياضة منع التدخين اللي يتعلق الكوليستيرول المفيد ده الـ HDL بالظبط ومتوطي الـ LDL طيب الدهون حضرتك فيه مصطلح كان طلع غير الدهون المشبعة حاجة اسمها الدهون المتحولة فدي برضو عايزين نوعي الناس مخاطرها وهي مصدرها إيه لأن هي غالباً بتكون مصدرها في نمط غذائي ممكن كتير قوي من الناس بيوم رسوء أو معتدين عليه دون وعية ده الحقيقة موضوع بقى مهم جداً وبيثار الأيام دي إيه أنواع الدهون الضارة لأن برضو إحنا بنسئل السؤال ده السامنة البلدي يقول لك أنا جدي كان بيأكل سامنة بلدي بالمعلقة لا إحنا بنقول إن الزيوت النباتية هي أصح حاجة اللي هو الزيت عباد الشمس الزيت الدورة الزيت الزيتون دي أصح طبعاً برضو قليل منها لأن فيه ناس بتشرب زيت الزيتون ده بالمعلقة ده غلط كدوى وهو مش كده الحقيقة هو في الآخر دهون لكن بنقول هو أفضل أنواع أنواع الدهون اللي هي الزيوت السائلة النباتية النباتية لو جينا بقى للزيوت المهضرجة اللي هي المتحولة دي زيوت سائلة بتتحول إلى سامنة دي لبيتعمل منها أنواع السامنة بقى المختلفة التجارية دي لبدا دي أخطر أنواع دي أخطر أنواع لأنه الهيدرشينيشن ده الهضرجة دي هي اللي بتؤثر على شراء يعني دي أخطر من السمنة البلدي اللي أتنين ضرين اللي أخطر من السمنة اللي هي الزيوت المتحولة أو زيوت المهضرجة وللأسف دي كمان احنا ممكن ما بتشوفهاش في عينك. يعني ممكن ما تجيبش علبة السامنة دي وتستخدمك كهي. لا دخل فيها في البسكوتات. دخل في الجبن. الايس كريم. مش عارف ايه الحاجات دي كلها. بتدخل في كل هذه النوات. ففيه دول منعتها تماما. اصلا. اه يعني فيه دول وفيه بتقلل النسبة وتكتبها على العبوة الغذائية. بحيث ان المريض يبقى عارف وشايف. او البني ادم العادي. نسبتها ما تزيدش عن خمسة في المية من كمية الدهون اللي موجودة في المادة دي. يبقى انت في النطاق الامل. لكن فيه دول مناها تماما. فالمقصود ان الزيوتر المتحولة دي او المهدرجة. اللي هي تحولت من الطريقة السائلة. الى المهدرجة دهون المتحولة دي. اه بقى السامنة صلبة. دي خطيرة دي. دي خطيرة دي. وبالتالي برضو السامنة البلدي برضو لا ننصح بيها. لانها بقى والزيب ده والاشتاء. كل المنتجات الحيوانية لا فيها نسبة دسم والكوليسترول العالية. وبالمناسبة دي عايز اقول لحضرتك انه برضو يعني من وجهة نظر يعني طبية. انه الناس اللي بتستشهد بالاجيال السابقة اليولو كانوا جدي بيشرب السامنة البلدي. مختلفين تماما. هو الامر برضو له علاقة بقلة وسائل التشخيص في الوقت ده. يعني ممكن يكونوا كانوا مرضى لكن دون ان يعلموا. ولكن كانت برضو ظروف الحياة غير محفزة لظهور هذه الامرات. كان بيمشي قدي عشان يروح الغيط بتاعه وكان وكان بيسحى الساعة كام وبينام الساعة كام. والسجائر والتدخين والحاجات. طيب بمناسبة التدخين بقى حضرتك حذرتنا جدا منه. قلت انه هو مصر بتسجل نسبة مخيفة ما بين الناس المدخنين. هل ده ينطبق على التدخين الالكتروني وأرجو ان حضرتك تقولي اه. بصد دكتور محمد احنا عندنا مشكلتين. واضح انهم في مصر اكتر من الناسب العالمي. السمنة بالنسبة للسيدات. ايوة. 45% من السيدات المصريات يصابوا بالسمنة. نتيجة ظروف اجتماعية والآخر. ويهملوا في علاجهم. ويهملوا في علاجها. والأمهات. يعني دايما يعني يعني يقولك ايه. الأم آخر يعني فيه اجيال كده طلعت اجيال من أمهاتنا. يعني ما يهتموش بصحتهم وما يهتموش بمفاصيلهم ولا بقلبهم ولا حاجة. يعني احنا الحقيقة بندعو بقى الأبناء وبندعو الأزواج ان هم هم اللي يهتموا بزوجاتهم وأمهاتهم. علشان خاطر الأم المصرية واضح ان عندها صفة الإثار أو صفة التضحية يعني حاجة جينية بقى الله وأهلم يا. صحيح. فاحنا بنتكلم على العاملة الأساسي في السيدات. بيبقى السمنة والسمنة وما يصحبها بقى من أمراض السكر والكوليسترول والضغط. بزاك. بزاك. كل السمنة بتعمل حاجات دي كلها. بزاك. في الرجالة المشكلة أكتر تدخين بقى. تدخين. برضو 45% وحضرتك عارف إن التدخين دلوقتي بقى يعني عادة اجتماعية قبيحة جدا بره. طبعا. في الدول الخارجية بحيث إن هو بيخصصوا له أماكن عشان ما يزيش غير. بزاك. وإحنا في مصر لازلنا من نتفخر في المسلسلات وفي الأفلام بالتدخين والبطل والمحقوق. لا وإحنا في مصر معلش يعني ده في حضرتك العكس اللي بيحصل. لأن تلاقي المكان مثلا مطعم أو ما إلى ذلك. تلاقي المكان العام هو المدخنين. وغير المدخنين هم يعني اللي ما تطلوه. وعلى فحرة قوانين بتمنع في مصر. بتمنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والكلام ده. والأماكن التعليمية المدارس. ما ينفعش أستاذ داخل الفصل هو بيدخن. وده ينطبق على التدخين الإلكتروني. وده كاترة في المستشفيات بتدخن. كل ده المفروض أن هو يطبق يعني بشدة. لأن احنا في جماعية القلب المصرية شايفين المشكلة وبنقرأ عن المشكلة. وبالتالي محتاجين أن احنا نوعي الناس في الحتة دي. التدخين الإلكتروني هو زي وزي التدخين قولاً وحيداً. زي التدخين التقليل. أشكر حضرتك لأن الناس بتقعد يعني تفتي وتتفلسف وتقول لا هو جر الرجل للتدخين. الشباب الجديد العلب الملونة ومش عارفينه. والروائح والحاجات دي. وبالتالي هو دلوقتي كل التجارب اللي تعملت عليه أنه هو بيسبب نفس المشاكل. أيها. وبيزود معدلات التدخين. وبالتالي أرجو فعلاً أن احنا نمتنع عنه وأن الدولة تساعد على أنه الحد من استهلاكه. تمام. إحنا كده يعني شرحنا وسائل عوامل الخطر التي تصيب أو المحفزة الإصابة بأمراض الشرعين تاجيه. هنطلع للفاصل بقى الثاني في حلقتنا النهاردة ونرجع للجزء الأخير في حلقتنا. وأنا بعتذر أنه هيكون جزء مكسف جداً لأنه هنتكلم فيه بقى عن أمراض الشرعين تاجيه. يعني خلاص أمر الله حدث وأنه الشرعين تاجي أصابته أمراض. أي نوع الأمراض دي وهل هي كلها بنفس الدرجة الخطورة ونتعامل معها إزاي؟ بنعتذر لحضرتك عن هذا الفاصل وإحنا هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا. والجزء القادم بقى شديد الأهمية وشديد الخطورة لأنه عن أمراض الشرعين تاجيه بقى تحديداً. أنواعها والتعامل معها إزاي اللي هي تعتبر حالة طرق يا جماعة بتصيب يعني مفيش عيلة أو أسرة في أي بلد في العالم ممرش بهذه التجربة السيئة. فاحنا نفهم بقى التعامل الصحيح معها هيكون إزاي؟ فاصل ونرجع لكم يحكى أنه مازال متواصل. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا الأولى مع العالم الكبير والأستاذ الدكتور سامح محمد شهين. أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جماعة عين شمس والرئيس الأسبق لجمعية القلب المصرية وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وزميل الجمعية الأمريكية للأسطراء التداخلية. دكتور سامح حصل خلاص أمراض في الشريعين التاجي. ما هي الأنواع ومدى الخطورة والناس تتصرف إزاي؟ أنا بقى هسكت خالص ويعني الكلام مع حضرتك. زي ما قلت رحاية كتور محمد طبعا يعني من أشهر الأمراض دلوقتي وأكثرها شيوعا هي أمراض الشريعين التاجي بالنسبة للقلب. الشريعين الأمراض الشريعين التاجي ممكن الأول تعدي في مرحلة تبقى مستقر بمعنى أن فيه ضيق في الشريعين. المريض لما بيمشي أو بيعمل مجهود أو بيطلع سلم أو بيتنرفز مجهود عصبي. ممكن يجي الواجع في صدر. أول ما يعد تستريح الواجع ده بيروح. ده اللي احنا نسميه قصور الشريعين التاجي. قصور الشريعين تاجي المستقر. المستقر. أه. ممكن نشخصها بقى بطرق كتيرة جدا. ممكن رسم القلب العادي ده يبين وممكن ما يبينش. فبنعمل ساعات رسم قلب المجهود. ممكن نعمل أشعة مقطعية. ممكن نعمل مسح زري. كل ديت تورينا هو في أي مرحلة. وهل هي في شريعين مهم ولا في شريعين فارعي. لكن المريض ممكن يمشي بالطريقة دي سنين و سنين. وبياخد علاج. وبياخد علاج طبعا أدوية بقى تعمل سيولة في الدم. أدوية تزبط بقى المسببات اللي احنا تكلمنا عنها سواء الضغط السكر الكوليستيرول. تلهم. الأسبرين وده مهم جدا. الحاجات دي كلها ممكن تخلي المريض يمشي سنين في حالة مستقرة. وما فيش أي مشاكل والواجع ما يجيش والأزمات القلبية ما تجيش. المشكلة بتحصل بقى أن لو تحولت الزبحة المستقرة إلى زبحة غير مستقرة أو جلطة. يعني التسمات واحدة. هنا طبعا بيبقى في خطورة بقى. إن في شريعين حصل فيه انسداد أو جلطة. فالشريعين ده ما بيغزيش دلوقتي عضلة القلب. فجزء من عضلة القلب ده ممكن يضعف. ممكن يموت يتلف. ممكن يحصل فيه توقف عضلة القلب في الساعات الأولى. أيوة. وبالتالي محتاجين أن احنا نشخص بسرعة الحالة. ما نستناش. لأن كل دقيقة بتعدي. أولا بيبقى فيه صعوبة في إعادة فتح الشريعين وفي تدويب الجلطة. أيوة. ونمرى اتنين إن في خلال الوقت ده الساعة الأولى أو الساعتين الأولينين دول ممكن يحصل توقف وعدم انتظام في ضربات القلب. فهو ده اللي احنا بنطلب من المريض. هل المرضى ممكن يصابوا بالأمر ده مباشرة يعني من غير ما يعدوا على المرحلة الأولى؟ بالظبط كده. فممكن جدا ده من ضمن خطورة بقى أمراض الشريعين تاجي إن ممكن يكون أول مرة العياني يشتكي من القلب تكون جلطة غير مستقرة أو زبحة غير مستقرة. مش لازم يعدي في المرحلة الأولينية بتاعت الزبحة أول مستقرة. كلها مسميات لنفس المرض. يعني قصور الشريعين التاجي الغير مستقرة. هي نفسها الزبحة الصدرية. هي نفسها. قصور الحياة. القصور الانتاجي. كل ده نفس المساعة. نفس المعنى. ومع احتمال حدوث لقدر الله الجلطة. بالظبط كده. طيب لما ده يحصل الأعراض بتكون إيه يا دكتور. والمفروض المريض يروح للدكتور اللي هو بيتابع معاه. ولا يروح الطوارئ في مستشفى. يروح بصيرة إسعاف. ولا يروح بعربية عادية مع حد. يعني إيه التصرف بقى السليم. مهم جدا الكلام ده. أولا الأعراض ممكن تبقى عراض تقليدية. اللي هو واجع في السدر حرقا في السدر تقل. الأعراض التقليدية دي موجودة في يمكن نقدر نقول في 70% من الحالات. لكن في 30% فيه أعراض غير تقليدية. ممكن يبقى القصة كلها عبارة عن نهاجان. نفسه مش مستريح. مفيش ألم. لكن نهاجان. فده لازم يشك إنه عنده مشكلة في القلب. لازم يروح. وحنقول إزاي تصرف. ممكن تيجي على رهاية إغماقة. يعني ممكن يكون داخل فترة من الفترات. وبالتالي ده برضو لازم فحص. وبالتالي مش لازم النمط التقليدي. اللي هو الواجع على فكرة ممكن يبقى بسيط جدا. يعني مش لازم مواجع وصريخ. لا لا خالص. ممكن مجرد أنه هو حاسس مش مرتاح. فساعتها بنقوله لازم تتوجه لأقرب مستشفى. المستشفى هناك دورة بتعمل حاجتين. بتعمل رأس مقلب. أيوا. اللي هو بقى لنا 150 سنة بنعمله لغاية النهار ده. بعد الاختراعات الكبيرة اللي احنا عملناها. والسي تي والمسح الزري. لزال لغاية النهار ده. رسم القلب العادي خالص ده. ده مهمة أوي. هو اللي بنشخص به لأزمات القلب. تمام. وبنعمل تحليل دم إنزمات القلب. إنزمات القلب. نشوفها عالية ولا لا. صحيح. اللي اتنين دول الحقيقة ممكن يطمنونا إنه ما عندوش حاجة. يبقى ما خسرناش حاجة. صحيح. يبقى تطمننا. بالزبط يبقى يكون المريض راح. وطلع ما عندوش حاجة. ده خبر الجميل. يبقى سعادة جدا إنه ما فيش مشكلة بنروح بنقوله لأ ما عندكش حاجة. أو إن انت عندك حاجة بسيطة بتاخد العلاج بتاعك. لكن طبعا الفرصة بقى هنا إن احنا نشخص الحالة بتاعت الزبحة الصدرية الغير مستقرة. برسم القلب أو بالإنزمات. هنا بقى ساعتها بيجي بقى دور المستشفى إنها بندخل المريض قط الأسطرة. لو كان انسداد كامل والمريض بيقدر يشخص اللي هي الزبحة الحادة. وفيها انسداد كامل في الشريان لازم ندخلوا الأسطرة ونحط فيه دعامة يفتح الشريان. احنا بنسميها الدعامة الأولية أو دعامة الحياة. والحقيقة عايزة يعني برضو أشيد إن النظام الصحي في مصر والدولة المصرية قدروا في السنين اللي فاتوا ينظموا العملية دي. الأول إحنا كنا بنعتمد على الأدوية المذيبة للجلطة. أنا قلت لسه أقول حضرتك يعني في العقل الجمعي لنا كلنا أن الجلطات كانت بتوزاب بأدوية. دلوقتي الإزابة بتحدث عن طريق الأسطرة. دي مشاكلها كتير. مشاكل الأدوية. إنها ممكن تبقى غير نكحة. فممكن الجلطة كلها ما تدوبش. أيوة. وممكن كمان الدواء ده نفسه عام النزيف. أيوة. يعني ممكن يجيب أعراض جانبية. فلقينا إن أسلم وأسرع وأحسن طريقة إن احنا ندخل سلك ودخل عليه دعامة. نفتح الشريان ونسيب الدعامة بتفتح الشريان. المريض بيرجع طبيعي في خلال يمكن 24 ساعة أو 48 ساعة. ممكن يروح البيت. حسناك قلت اسمها دعامة الحياة. دعامة الحياة أو الدعامة الأولية. الدعامة الأولية. دعامة الأولية. دعامة الأولية. حطرات الصبح وطرات الصبح عشان نفتح الشريان ونحبط في الدعامة. ده إنقاذ حياة يعني بالزبط. بالزبط كده. المريض لازم يروح المستشفى دي على فكرة في أول ساعة. أول ساعتين يعني بنتكلم على دقايق 90 دقيقة. 120 دقيقة. كل ما زمن بأطول من كده كل ما كان فيه صعوبة إن احنا نفتح الشريان. كل ما حصل فيه مشكلة ممكن توقف في عضلة القلب. ولازم على فكرة يروح المستشفى بعربية إسعاف مجهزة. دي نقطة مهمة بقى. آه يعني ما ينفعش أروح بعربية جاري أو بعربية ابني. ده في ناس كمان. في ناس يعني تقول إيه لأ عشان الناس ما تقولش ده عربية الإسعاف دي جال مين. فمع إن عربية الإسعاف دي مجهزة يعني مجهزة للتعامل الطبي مع الحالة دي. احنا لازم فعلا الحتة الاجتماعية دي إن ناس بتتكسف من عربية الإسعاف وينزل ساعة ثلاثة صحوة. فلا مفقاش حاجة لأن إنت لو روحت بعربيتك لقدر الله وحصل توقف لعذرة القلب وانت رايح ما حادش حيلحقك. لكن عربية الإسعاف بتبقى مجهزة بصدمات كهربائية وبيبقى فيها مسعف بقى فيها طبيعي. وبقت الحضورها سهل الحقيقة يعني. بالوقت والدولة موفرة أرقام الحقيقة يمكن برضو نحاول إن احنا نطلحها على الشاشة بحيث إنها المريد يتصل بيها على الشيان عربية الإسعاف تروح له بسرعة. هنحطها بإذن الله في العرب. طيب هنا بقى إنه حصل إزابة للجلطة عن طريق الأسطرة والدعامة تحطت والحاجات دي كلها. حدق بتقول المريد بيرجع يعني تقريبا طبيعي بعد 24 ساعة. حياته بقى بتمشي إزاي بعد كده يعني بياخد أدوية ولا بياخدش يعني بيتم التعامل معه يرجع شغله إمتى إذا كان يعني يشتغل أقل يمارس رياضة يعني الشكل العام بقى للحياة بيكون عامل. فعلا دي كلها الأسئلة اللي بتدور في زهن المريد اللي بيعاني من جلطة. إحنا بنقوله إن انت بعد 24 ساعة 48 ساعة ممكن تروح لكن لازم تغير نمط حياتك اللي سبب هذه المشكلة. اللي سبب حدوث المشكلة. بالضبط كده يعني إذا كان بيدخن لابد من منع التدخين منعا باتا. لازم يبتدي يأكل أكل صحي ما ينفعش بقى الأكل اللي هو الغير صحي ده نبتدي نتكرره تاني نفس الكلام. النوم عدد ساعات النوم تبقى بانتظام. يرجع شغله ممكن في خلال أسبوعين ثلاثة ممكن يرجع شغله إذا كان شغل مكتبي إذا كان بيعتمد فيه على العمل اليادوي برضو ثلاثة أربع أسابيع ممكن يبتدي يرجع تاني شغله تاني خالص فيش مشكلة. يعني ما يغيرش شغله مثلا. لا خالص مش محتاجة بالذات إن هو زي ما قلتلك في الطب الحديث دلوقتي والمريد بيروح بدري والدعامة بتتحط والقلب بيرجع طبيعي. بتبقى نسبة الإصابة في عضل التقلب تبقى بسيطة جدا. بسيطة. بممكن يرجع يعيش حياته تاني بطريقة طبيعية جدا في خلال يمكن أيام وأسابيع. طيب إمتى بقى دكتور سامح بنسمع إنه المريض ده هيتم إجراء له عملية في تخصص بقى آخر تخصص مجاور أو موازي وهو جراحات القلب والصدر. بيكون هنا بقى إيه اللي حصل في الشريان أو في الشرايين لم تفلح معه المحاولات دي بحيث إنه هو يعني هيتم الإجراء التاني معه. ولا الأساطر غنت عن هذا. لا خلينا نقول إنه لسه جراحة القلب ليها دور كبير. أيوة. إحنا بنتكلم دلوقتي على ثلاث أنواع من العلاجات. أيوة. فيه علاج دوائي. أيوة. أيوة. وده بيتطور يوم عن يوم كل يوم فيه حاجات جديدة بتضعف للطب. تمام. وفيه علاج بالأسطرة الدعمات وإلى آخر وفتح الشرايين. والدعمة الزكية والحاجات دي. يسمع ليه صحيح الدعمة الزكية؟ لأن فيها دواء. عشان هي. الدواء بيحافظ عليها. فبيخليها تعيش السنين. كان زمان الدعمة مفاش دواء. فكان ممكن تقفل. ترجع تقفل تاني. يعني الدعمة بس عشان نستبع عارفة هي اللي بتفتح بتعيد فتح الشريان تاني اللي تقفل. بالزبط كده. بحيث أنها تسند جدار الشريان ما يقفلش تاني. فبقى أنواع متقدمة جدا. والحمد لله كلها متوفرة في مصر. الحمد لله. النوع الثالث بقى غير الدواء وغير الأساطر هو الجراحة. الجراحة دي أنه هو بيركب وصلة. الجراح بيركب وصلة على الجزء اللي كان فيه ضيق. يسيب الضيق زي ما هو بس بيركب وصلة بحيث أن الدم يعدي الحتة اللي فيها الضيق. اللي هو بنلف بناخد طريق تاني. دي لازال لها يعني لما يبقى مثلا الشريان الرئيسي هو اللي فيه مشكلة. أو اللي يبقى الشريان نفسه فيه مشاكل كثيرة جدا بحيث أننا مش ممكن أحط مثلا أربع خمس ست دعمات. صحيح. أو عنده أكتر من شريان في نفس الوقت. كل دي لازالنا بنبعتها للجراحة وبنجيب نتائج كويسة الحقيقة. نتائج على مدى السنين بتبقى كويسة جدا. لكن خلينا نقول يا دكتور أنه التطور يعني اسمح لي المزهل اللي حصل في مجال علاج أمراض القلب وتحديدا أمراض شريان تاجية. أعتقادي أنه قلل شوية نسب جراحات القلب أو جراحات الصدر القلب وصدر القلب المفتوح. زي ما بنقول. ولا مزالت النسب زي ما هي. لا طبعا يعني أكيد طبعا دلوقتي بقت الأساطر بتقوم. بدور أقل. واضح أنه بقى فيه توسع كبير في استخدام الأساطر. لكنهم الحقيقة الجراحين بقوا مشغولين بحاجات تانية. يعني بقى عندهم إصلاح العيوب الخلقية للقلب. وحاجات معقدة. ويبقى عندهم تغيير الصمامات وإصلاح الصمامات. فبقى فيه الحقيقة برضو يعني الطب يتطور. ما بقاش الطب الجرحة التقليدية. ويتكامل. طبعا هم نفسهم يتطوروا في التكنيك بدل ما بتبقى فتحة كاملة من نص السدر. بقى هم يفتحوا فتحات صغيرة. بحيث برضو أنه هو ممكن يدخل يشتغل بالمنزار. كل دي في مصلحة المريض. أنه ما بيتعافى بسرعة وما بيحسش بالقلم زي الأول. زي قبل كده. يعني أرجو أن حضراتكم تكونوا يعني اتنورتوا كده. زي ما أنا والله بشكل شخصي اتنورت. وتعلمت في هذه الحلقة حاجات كتيرة جدا جدا. ولكن ما زالت الموضوعات مستمرة. عشان بس أطمن حضراتكم لأننا نوهنا في بداية الحلقة. نحن لسه هنتكلم عن حالات القلب. أمراض القلب وأمراض الصمامات والحاجات دي كلها. لسه هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هنتكلم عن الأمراض الكهربائية. أو زي ما بيقولوا يعني عدم انضباط كهرباء القلب. الرفة الأذينية والرفة البطينية لسه فيه موضوعات تانية. ولكن إحنا بدأنا حدثنا النهاردة في حلقتنا. وجزء رئيسي فيها كان عن الأمراض الأكثر شيوعا. وهي أمراض قصور الشرايين التاجئة للقلب. وتعلمنا حاجة مهمة أيضا. كمان اللي هي الأنواع. اللي هي الزبحة الغير مستقرة والصبحة المستقرة وما إلى ذلك. أرجوكم أرجوكم. مش بس ارجعوا لوسائل التواصل علشان تتعرفوا على كنز المعلومات اللي اتقال النهاردة. من يعني هذه المعلومات المنقذة للحياة. مش بس أنكم ترجعوا لده. ولكن تكونوا أنتم شخصيا يعني اعملوا صدقات جارية. تبادلوا هذه المعلومات مع بعض. وعرفوا الناس عليها. وأكيد لو حضرتك مثلا شاب بتتفرج علينا. أو أستاذة صغيرة بتتفرج علينا. وتعرفي مثلا حد من قريبك عنده هذه المشكلة. ابعتيلوا الحلقة دي عشان يتعلم ويتنور. وهكذا. ده الدور يا جماعة المقصود بيه النوع ده من البرامج. إن احنا نستضيف علماء كبار ينورونا ويعلمونا. ويبقى الأمر بقى في معاية حضراتكم. إن حضراتكم اللي تستوعبوا هذه المعلومات وتطبقوها مبدئيا على نفسكم. ثم تنقلوا هذا الوعي وتنشروا هذا الوعي للآخرين. حلقتنا النهاردة كان ضفنا أو إحنا اللي كنا ضيوفه زي ما بيقولوا. الأستاذ الدكتور سامح محمد شهين. أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية. بكلية طب جماعة عن شمس. والرئيس الأسبق لجماعة القلب المصرية. وبالمناسبة لدكتور سامح محمد شهين. يعني أنا ذكرت كده وعرفت إنه كان أصغر رئيس لجماعية القلب المصرية. وزميل الجماعية الأوروبية لأمراض القلب. وزميل الجماعية الأمريكية للأسطرة التداخلية. وحلقتنا النهاردة انتهت. ولكن الملف ما زال مفتوحا. فبنستأذن الدكتور وبنشكره سلفا. يعني إنه هو وافق على إجراء الحلقة التانية. علشان نكمل المعرفة ونكمل التنوير بإذن الله. أرجو إن حضراتكم تكونوا استفدتوا بإذن الله تعالى. وإن شاء الله إذا ربنا أراد نلتقي بكم الأسبوع القادم. في نفس الموعد ونفس اليوم ونفس الساعة. مع حلقة جديدة يحكى أنه هيكون ضفنا فيها بردو. الأستاذ الدكتور سامح محمد شهين. نورتنا يا دكتور ألف شهر. شكرا كتور محمد سلام عليكم.